أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحدا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمي يا رب العالمين لا زالت الآيات أيها الإخوة تترى في قصة بني إسرائيل هذه الأمة التي تمردت على شرع الله تبارك وتعالى ونكثت العهد الذي قطعه عليهم وكفروا بنعمه التي أنعم بها عليهم وعصوا رسله وحرفوا كتبه وقتلوا أنبياءه وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى امتن عليهم بإنجائهم من فرعون بعد أن كانوا مستضعفين مستذلين لا يملكون من أمرهم شيئا يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم وهو فوقهم قاهر ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أنجاهم من هذا العدو وأهلك فرعون وقومه ثم بعد ذلك ما لبثوا أن عادوا إلى ما هم عليه من الكفر والضلال وقلنا إن الله سبحانه وتعالى عندما أنجا موسى ومن معه أهلك فرعون وقومه في البحر بأن أطبق عليهم الماء من كل جهة ولكن هؤلاء القوم بمجرد أن خرجوا من البحر ونجوا من عدوهم عادوا إلى ما كانوا عليه وقالوا لموسى عليه السلام لما مروا بقوم يعبدون أصناما قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بعد كل هذا وبعد كل هذه النعم يريدون أن يتشبهوا وأن يكونوا كالكفار الذين يعبدون الأصلام ورسول الله موسى عليه السلام الذي أنجاهم الله به بين ظهرانيهم وهم يرون هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم قال وأنتم تنظرون يعني أهلك فرعون وقومه وهم ينظرون إلى ذلك فموسى لامهم وقال عندما قال هذا موسى لامهم على صنيعهم هذا قال إنكم قوم تجهلون من يقول هذا الكلام من يطلب بدلا بالله تبارك وتعالى القادر على كل شيء وصاحب الفضل والمنة لكنهم لا يرعبون ولا يطيعون ثم بعد ذلك موسى عليه السلام بأمر ربه أمرهم أن يدخلوا إلى القرية التي أمر الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا على هؤلاء القوم الجبارين أن يدخلوا عليهم جهاداً يجاهدونهم لأن هؤلاء كانوا من الكفار فما أطاعوا فما أطاعوا مع ما ذكروا به وما وعظوا به من أهمية تذكر نعم الله والاستجابة لأمره لكنهم لم يستجيبوا لم يقبلوا بل تجاوزوا إلى أن قالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فالله سبحانه وتعالى عقبهم عقبهم عقوبة عظيمة كما ذكر في سورة المائدة الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم التيه ضرب عليهم التيه ما معنى التيه الضلال كانوا في هذه الصحراء التي خرجوا إليها يدورون لا يهتدون إلى الطريق قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة الله سبحانه وتعالى يتيهون في الأرض يدورون ويعودون إلى المكان الذي بدأوا منه ولا يهتدون بقوا على ذلك الحال أربعين سنة لماذا ضرب الله عليهم هذا التيه أربعين سنة أن يبقوا ضالين لا يهتدون إلى طريق الخروج من هذه الذقعة التي هم فيها هذه الصحراء فيقول العلماء إن هذا له سر عظيم الأربعون عاما تمثل جيلا جيل من البشر فالله سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن ينقضي هذا الجيل الذي لم تعد معه منفعه لم تعد منه منفعه ولم يعد فيه ما يدعو إلى استبقائه يتيهون في الأرض أربعين سنة يتيهون في الأرض لعله أن يأتي بعدهم جيل يعبد الله سبحانه وتعالى ويطيعه ويستقيم على أمره ولكن هؤلاء نسل آبائهم أينما كانوا حيثما حلوا فالله سبحانه وتعالى في هذا التيه أيضا رحمهم وأنزل عليهم المن والسلوى وظل لهم بالغمام ولكنهم أيضا لم يطيعوا ولم يهتدوا فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يقول وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب مدخل هذه القرية سجدا شكرا لله سبحانه وتعالى وقلوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين يعني أطلبوا من الله أن يحط عنكم خطاياكم هذا استغفار وتوبة ودلالة من الرب تبارك وتعالى لعباده على ما ينفعهم وعلى ما يخلصهم من ذنوبهم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ادخلوا الباب السجداء وهذا دليل على الاستجابة لأمر الله إن حصل وقولوا حطة اسألوا الله أن يحط عنكم ذنوبكم ماذا حصل منهم بعد هذا ماذا حصل منهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم المقصود بالذين ظلموا هؤلاء القوم بنوا اسرائيل ماذا بدلوا بدلا من أن يقولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا طالوا حبة حنطة وبدلا من أن يدخلوا سجدا دخلوا على أستاههم يعني جلسوا يزعفون وعلى ظهورهم جالسين على ظهورهم يعني بدلا من أن يدخلوا بوجوههم ساجدين جلسوا بأستاههم وبدأوا يزحفون وبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حبة حنطة هذا كله بعد توالي النعم التي يرونها وبعد كل هذه المنن التي تتنزل عليهم فالله سبحانه وتعالى قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الجزاء من جنس العمل وهؤلاء لا ينفعوا معهم أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم عذابا بسبب فسقهم ومخالفتهم لأمر الله ثم بعد ذلك كانوا يحتاجون إلى السقيا صحراء هذه الصحراء التي خرجوا إليها صحراء ليس فيها ماء فالله سبحانه وتعالى تفضل عليهم بأن أمر موسى بأن يضرب بعصاه الحجر حجر معين أمره أن يضرب به بعصاه هذا الحجر وهذه معجزة من معجزات موسى عليه السلام أكرمه الله بها فلما ضرب موسى بعصاه الحجر تفجرت منه اثنتا عشرة عين وما سر هذا العدد لماذا تفجرت اثنتا عشرة عين من هذا الحجر لأن بني إسرائيل أصباط بني إسرائيل هؤلاء كانوا اثنى عشر فكل قبيلة كان لها نصيب من هذا الماء لا تشاركها قبيلة أخرى ولا تزاحمها وهذه من من الله سبحانه وتعالى في هذه الصحراء أن الله فجر الماء لهم وجعل لكل قبيلة مسقا ومشربا مستقلا عن غيرها فانفجرت منه اثنتا عشرة عين قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى يحذرهم في أعقاب هذه النعم بأن لا يفسدوا بأن لا يفسقوا ولكنهم لا يستجيبون بعد كل هذه النعم الماء هذا الذي تفجر لهم والمن والسلوى التي كانت تنزل عليهم من السماء والغمام الذي كان يضللهم من حر الشمس ما أعجبهم هذا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد هذا الطعام الذي يأتينا من السماء مللنا منه ما نريده ابحث لنا عن شيء آخر ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وهذه كلها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى البقل هذه كما يسمونه الآن الورقيات هذه الفجل والكراث وما شابهها ها ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها الفوم يقال إنه الثوم ويقال إنه بعض أنواع الحبوب أيما كان فهو نعم من نعم الله سبحانه وتعالى ولكنه لا يستوي مع هذا الطعام الطيب الذي أكرمهم الله به والذي كان ينزل عليهم من السماء المن والسلوى موسى عليه السلام استغرب منهم هذا الطلب وأراد أن يعنفهم قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير هذه كلها نعم من نعم الله لكن لا تقاس هذه النعم التي أكرمهم الله بها تنزل عليهم من السماء بهذه الأشياء التي هي أقل شأنا منها وأقل في الاعتبار عند الخلق جميعا ماذا قال موسى قال إذا أصرتم على ذلك اهبطوا مصرا وليس المقصود بمصر هنا البلد هذه المعروفة لا المقصود بالمصر المدينة ادخلوا أية مدينة ستجدون مطلبكم هذا إذا كنتم قد كرهتم ومللتم من المن والسلوى أدخلوا إلى ورغبتم في هذه الأشياء التي تطلبونها أدخلوا أي مدينة أي بلد ستجدون فيه كل هذه اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم هل ربنا سبحانه وتعالى غافل عنهم حاش الله بعد كل هذه النعم وبعد كل هذا الصبر وبعد كل هذا العفو والتجاوز والمسامحة الله سبحانه وتعالى عاقبهم بعقوبة عظيمة قال وضربت عليهم الذلة استكانة الضعف والمسكنة وأعظم من ذلك قال وباءوا بغضب من الله والعياذ بالله وهذا يذكرنا بسورة الفاتحة في آخر سورة الفاتحة ماذا يقول الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين ماذا قال المفسرون في بيان معنى المغضوب عليهم والضالين قالوا المغضوب عليهم النصارى والضالون المغضوب عليهم قالوا اليهود والضالون هم النصارى فهنا قال وباءوا بغضب من الله وهذا يدل على ارتباط هذه بما قبلها أن ما حصل لهم هناك ما أخبرت عنه سورة الفاتحة من أنهم مغضوب عليهم بيّنته لنا هذه الآيات لماذا؟ لأنهم بتكررهم وترددهم في الإفساد وفي الظلم وفي النكوص عن أمر الله استحقوا هذا قال وباءوا بغضب من الله لماذا؟ ولا يظلم ربك أحدا لكن لماذا هذا؟ قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله كفرون بشرع الله الذي أنزله عليهم أنزل عليهم الكتاب والحكمة مع موسى عليه السلام فيما أنزله عليه في التوراة وفي الصحف وفيها دعوة إلى عبادة الله وتوحيده ولكنهم كانوا يكفرون به وكذلك يكفرون بنعم الله التي أنعم الله بها عليهم بل وكانوا يزيدون على ذلك قال ويقتلون النبيين بغير الحق يقتلون النبيين بغير الحق الأنبياء الذين أرسلوا إليهم قاموا بقتل بعضهم لم يكتفوا بالتكذيب والمحاربة بل حصل منهم أنهم قتلوا بعض أنبيائهم فالله سبحانه وتعالى يذكر هنا هذا الجرم العظيم مع كفران النعم مع الكفر بالله تبارك وتعالى ليبين أنه ما ظلمهم وأنهم استحقوا كل هذه العقوبة قال ويقتلون النبيين بغير الحق هذا القيد هنا ليس على بابه يعني قتل الأنبياء ليس فيه قتل بحق وقتل بغير حق لكن يقول العلماء خرج مخرج الغالب هذا لا يعني يحتاط به عن شيء آخر لا قتل الأنبياء محرم والأنبياء لا يأتون إلا بالحق لكن هؤلاء يعني قتلهم للأنبياء ليس عندهم فيه أدنى دليل ولا عندهم فيه أدنى حق يقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يعني كل هذه الأشياء التي جاءتهم من العقوبة وضرب الذل والمسكنة واللعن كل هذا بسبب ذنوبهم وبسبب مخالفتهم ولهذا في كتاب الله الكريم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل لعن على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الذي يقرأ ويسمع هذه القصة وهذه الآيات وهذه الأدلة وما حصل من هؤلاء القوم الذين لا يرعبون ولا يقبلون ولا يهتدون ولا يفكرون في نعم الله تبارك وتعالى قد يصل إلى مرحلة من اليأس أن البشر فيهم من يدخل النار ابتداءً وفيهم من لا يكون له نصيب من الهداية وأن الهداية خاصة ببعض الناس أو بأمة محمد عليه الصلاة والسلام لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته وحكمته وعدله بيّن أن الميزان عند الله تبارك وتعالى هو في الاستقامة على أمره في الإيمان به والعمل بأحكامه والعمل الصالح من حصل منه ذلك ومن استقام على هذا الطريق فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون بعد هذا كل القصة هذه كل ما فيها يستفز الوجدان ويهز المشاعر ويظلم بالقلوب مما حصل منهم لكن الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا حتى هؤلاء والنصارى والصابئين كل البشر كل الأمم إذا استقاموا على أمر الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوفهم عليهم ولا هم يحزنون وهذا أيضا فيه ملحظ يشعر بما تقدم من قضية التوبة في قصة آدم عليه السلام قصة آدم قصة عظيمة وفيها عبرة كبيرة الله سبحانه وتعالى خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها وأسكنه جنته ولكن حصل منه ما حصل بإغواء الشيطان وإغرائه فالله سبحانه وتعالى قبل توبته قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاصين فالله قبل توبته حتى هؤلاء اليهود هؤلاء الظلمة هم وأمثالهم من الكفار ومن الأمم من أصحاب الديانات والملل أو حتى ممن ليس له دين ولا ملة إذا استقاموا على أمر الله وعادوا إلى ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا فيه دليل على أن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي سبيل النجاة فمن استمسك بها فقد فاز ونجا ومن حاد عنها فقد خاب وخسر وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة والمقصود بالأمة هنا ليست أمة محمد الخاصة الذين أسلموا وآمنوا وإنما المقصود أمة الدعوة لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده أمة دعوة وأمة رسالة فأمة الدعوة الخلق جميعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الخلق كافا لكن أمة الإجابة هم المسلمون الذين اتبعوا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فيقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار لا يقال إن هذا مخترع ولا هذا صانع ولا هذا عمل خيرا للبشرية ودلهم على ذلك وكذا لا يظلم ربك أحدا إذن كيف يُعامل هؤلاء الله سبحانه وتعالى يقول عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي عمل هذا الذي يجعله الله هباء منثورا عملهم الصالح عملهم الصالح وهل يقتضي عدل الله سبحانه وتعالى ألا يكافئهم على أعمالهم الصالحة لا لكن أين يكافئهم على أعمالهم الصالحة في الدنيا يأخذون جزاءهم في الدنيا على أعمالهم هذه يأخذون جزاءهم على أعمالهم هذه في الدنيا قد يكون هذا الجزاء منصبا وقد يكون سمعة وشهرة وقد يكون صحة وقد يكون من الأمور التي يسعى إليها الناس في هذه الدنيا فيأخذون جزاءهم لكن الآخرة للمتقين والعاقبة عند ربك للمتقين فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الميزان للخلق جميعا أن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي الميزان ولذلك لا ينفع بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام أن يبقى اليهودي على يهوديته ولا النصراني على نصرانيته ولا الصابع على دينه ولا المجوسي على دينه لا بد أن يلتحق بأمة محمد هذا هو سبيل النجاح لكن فيما قبل يعني بعد نزول أنبيائهم وبعد يعني معرفتهم بما جاءوا به اليهودي الذي اتبع شريعة موسى من الناجين والنصراني الذي اتبع شريعة عيسى من الناجين وهكذا لكن من بعدهم عندما حرفوا وغيروا وبدلوا لا نجاة لهم ولا ينفعهم انتسابهم ولا التزامهم لهذا الدين المحرف ولا نجاة لهم إلا باتباع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يمتن يذكر أيضا بمنة أخرى وإذ أخذنا ميثاقكم وقد تقدم معنا أن هذا الميثاق في حق بني إسرائيل له جوانب عديدة أولها الميثاق الذي أخذه الله على الخلق جميعا وهم في أصلاب آبائهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل ثم الميثاق الذي أخذه الله عليهم خاصة بأن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون فهؤلاء يعني الله سبحانه وتعالى يذكرهم وإذ أخذنا ميثاقكم هذا التذكير بالميثاق الذي نكثوا فيه وخالفوه ورفعنا فوقكم الطور طور هذا الجبل كان هذا آية رفعه الله سبحانه وتعالى عن الأرض آية من باب ربما التخويف وربما التحبيب في الالتزام بشرع الله أن الجبل هذا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقوا حتى يخوفهم ألا يخشون عندما يخالفون أمر الله أن يسقط الجبل هذا عليهم فيهلكهم لكنه لم ينفع فيهم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم يعني ما جاءكم في شريعة موسى عليه السلام خذوا ما آتيناكم بقوة ما معنى الأخذ بقوة يعني الاستلام بالشد والجذب القوي لا المقصود شدة التمسك والثبات على الحق خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون اذكروا ما جاءكم في شريعة الله تبارك وتعالى ما جاءكم به موسى ما جاءكم به عيسى لا تنكسوا لا تخالفوا الله سبحانه وتعالى مطلع رقيب كل هذه النعم التي أنعم بها عليكم ليس لها في ميزانكم قليل ولا كثير ما أكثر الجحود وما أكثر النقوس وما أكثر الكذب وما أكثر الافتراء حتى وصل بهم الحال إلى قتل الأنبياء حتى وصل بهم الحال إلى تحريف ما أنزل الله وقد ذكرنا في درس مضى كيف أنهم حرفوا أحكام الله التي أنزلها عليهم ولا بأسا نعيد هذا عندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام برجل وامرأة بعد أن جاء إلى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام زنايا والزنا حكمه معلوم في شريعتنا الجلد للبكر والرجم للمحصن فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذين يريدون أن يحكم النبي عليه الصلاة والسلام فيهم وهذا من خبثهم لأنهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحكم فيهم حكما يناسبهم وقالوا إن وجدنا حكما يناسبنا قبلنا وإن جاءنا بحكم لا نقبله رددنا لسنا ملزمين فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما سارع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحكم فيهم سألهم ما تجدون في كتابكم قالوا تسخم وجوههما يعني باللون الأسود ويخزيان سبوا شتم وكذا فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل الذي كان من أحبار اليهود عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فأخبره أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في التورى الرجم لكن هؤلاء حرفوا فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحضروا التورى استجابة لأمر الله قل فأتوا بالتورى فاتلوها أن كنتم صادقين فجاءوا بالتورى وجاءوا برجل يقرأ ما في التورى فوضع يده على آية الرجم فعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لذلك وأمره أن يرفع يده عن الآية فقرأت الآية وإذا فيها الرجم هذا التحريف سم فيهم وهذا الكذب وهذا الضلال وما قصة الهيكل الآن التي يدعونها الهيكل المزعوم هذا إلا واحدة من أضاليلهم وأكاذيبهم وافتراءاتهم يريدون هدم المشجد الأقصى قالوا ليقيموا عليه ليقيموا الهيكل هيكل سليمان وهذا كله كذب وافتراء وضلال أخزاهم الله ورد كيدهم في نحورهم قال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم مقطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون إذا تذكرتم ذلك والتزمتم به هذا هو سبيل الهداية سبيل الهداية لأن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى الترجي الذي يكون في القرآن هذا هذا وعد من الله سبحانه وتعالى ولا يخلف الله الميعاد ثم بعد ذلك ماذا حصل قال ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين كل هذه الآيات ما أفادتكم شيئا ثم الله سبحانه وتعالى ذكرهم أيضا بخزي جديد أيضا غير ما سبق منهم قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ما هي قصة السبت هذا قصة السبت أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدبهم أراد أن يردهم إلى الحق فمنعهم من الصيد حرم عليهم صيد السمك في يوم السبت وهذا تذكير من الله سبحانه وتعالى نعم الله موجودة ولا ينقص منها أن يتعاطاها البشر أو يأخذ منها لا لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة في منع بعض الأمور في بعض الأوقات من باب التأديب من باب اختبار الصبر كما يحصل كما حصل مع المؤمنين في صوم رمضان صوم رمضان يمنع المسلمون في شهر رمضان في نهار رمضان من عدد من الأمور من الطعام والشراب والشهوة مع أن هذه كلها مباحة ليست محرمة في غير هذا الوقت لكن اختبارا لصبرهم وتقوية لإيمانهم وكذلك عندنا في محظورات الإحرام محظورات الإحرام هذه أمور كلها مباحة في الأحوال العادية بل بعضها مستحب الترفه والتنظف وقص الأضافر وحلق الشعر وكذا لكن الله سبحانه وتعالى منع منها في هذا الوقت اختبارا لصبر الإنسان وتقوية لإيمانه هؤلاء حتى يتقوى إيمان الإنسان فالله سبحانه وتعالى منعهم من الصيد في يوم السبت حرم عليهم الصيد وكان الأولى والأجدر بهم والواجب عليهم أن يستجيبوا لأمر الله الصيد محرم في يوم السبت لا يصيدون ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ أرادوا أن يأتوا بحيلة يخالفون بها أمر الله ماذا صنعوا؟ حفروا على الشاطئ أحواضا معينة يدخلوا إليها السمك في يوم السبت فإذا ما دخل إليها السمك في يوم السبت جاءوا فاصطادوه في يوم الأحد يعني هم الذين اصطادوه هم الذين جاءوا به في يوم السبت هم الذين هيئوا له فلذلك لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحيل حرم الله عليهم الشحوم من الإبل والبقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعضه فحرم الله عليهم الشحوم ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام ذهبوا فجمعوها وأذابوها وباعوها ما أكلوها؟ جمعوها وباعوها عند القائد عندنا في شريعتنا أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه فالخمر محرم محرم شربه لكن بعض الناس ربما يقول أنا لا أشربها لكن أتجر فيها لكن جاءنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله في الخمر عشرة بايعها وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه كل من له سبب أو اتصال بالخمر فهو ملعون فهؤلاء قالوا استجابوا في الظاهر ما يأكلون الشحوم لكنهم كانوا يجمعونها ويذيبونها ثم يبيعونها مذابة ما أكلوها ولكن هذا كله فيه مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى استحقوا به اللعن استحقوا به اللعن وهذا أيها الإخوة فيه ملحظ عظيم للمسلمين لكل من أراد النجاة لنفسه أنه لا يحتال على مخالفة أمر الله تبارك وتعالى هذه الحيل التي تفعل على استحلال الربا أو استحلال الزنا أو استحلال بعض الأمور المحرمة أو التجاوز أو التخلص من بعض التكليفات الشرعية بحجة أو بأخرى بهذه الحجج الواهية هذا يسلك بالإنسان سبيل من سبيل اليهود الذين خالفوا أمر الله واحتالوا بالحيل هذه استحلوا محارم الله بأدنى الحيل بأدنى الحيل لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل كما جاء في الحديث فالإنسان المسلم عليها أن يحتاط لمثل هذا الأمر ما يأتي ويظهر أنه بذكائه بقدرته ما خالف أمر الله في الظاهر ولكنه احتال لهذا الأمر والقاعدة عندنا أن الأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها ليس بظواهرها وأشكارها لكن ما هو المقصود منها فإذا كانت هذه الحيلة تؤدي إلى أمر محرم تؤدي إلى استحلال محرم الله تؤدي إلى الوقوع في مخالفة أمر الله تلبس على الناس تخفي شرع الله هذا كله من الأمور المحرمة أو تنزيل الأمور في غير منازلها مثلا يأتي واحد يستفتي عالما فيتساهل هذا العالم معه ويلبس المسألة هذه المسؤولة عنها يلبسها ثوب مسألة أخرى حلال ليسر له مقصوده ليفتح له بابا من أبواب الانتفاع هذا كله من الأمور المحرمة لعن الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأقوام لأنهم فعلوا ذلك ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت اعتدوا لماذا؟ ما صادوا ما صادوا في السبت لكن الله سماه اعتداءا هذه الحفر وهذه الأحواض التي يضعونها بجانب البحار ليدخل فيها السمك في يوم السبت ثم يصطادونه في يوم الأحد هذه حيلة لا تنطلي على عاقل فكيف بالله سبحانه وتعالى العليم الحكيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين هذا عقاب الله سبحانه وتعالى بعد أن وقعوا في هذه المخالفة مسخهم الله سبحانه وتعالى قردة وخنازير كونوا قردة خاسئين القرد من مخلوقات الله وهذه القرود أمة من الأمم وكل مخلوقات الله سبحانه وتعالى أمة مخلوقة لحكمة من حكم الله تبارك وتعالى وكلها تعبد الله وتسبحه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم وهي خلقت لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى لكن هي في نظر الناس حيوانات مرذولة قميئة لا يحب الإنسان أن يكون منها ولا أن يتصل بها هؤلاء الذين يقولون داروين أو غيره اللي يقول أن الإنسان أصله قرد والعياذ بالله هذه نقوص يعني الإنسان الآن الله أعطاه العقل وعطاه الحكمة وكلفه وهذه غير مكلفة ولا يمكن أن يستوي الحيوان مع الإنسان العقل هذا هو مناط التكليف الذي كلف الله سبحانه وتعالى به فالله مسحهم قرده بسبب مخالفاتهم هذه ونكوصهم عن أمر الله سبحانه وتعالى وهذا أيها الإخوة كما يقول العلماء لم يتسلسل فيهم لأن من بعدهم ليس له ذنب يعني أبناؤهم ليس لهم ذنب ما عصوا إذا استقام أبناؤهم على الهدى أو ماتوا صغارا ليس لهم ذنب لكن هؤلاء الذين أذنبوا هم الذين مسحهم الله سبحانه وتعالى قرده فيقول المحققون من العلماء إن المسخ لا يستمر يعني ليس له عقب القرود أمة القرود مستمرة هذه تتوالد وتتكاثر لكن هؤلاء الذين مسحوا قرده حدهم ينتهي عند موتهم عند موتهم لا يخرج منهم نسل من هذا المسخ الذي حصل لهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين لماذا خاسئين لأن هذا حقارة وذلة ضربها الله عليهم بعد أن كانوا بشرا أسوياء عقلاء في هذه المرتبة مرتبة البشرية التي كرم الله بها بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هؤلاء بجحودهم وكفرهم وضلالهم نكسوا عن هذه فأذلهم الله جعلهم قردة خاسئين يعني نكسوا ونزلوا عنها مرتبة التكريم هذه فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما وعظة للمتقين هذه العقوبة الله سبحانه وتعالى جعلها نكال لما بين يديها وما خلفها ما بين يدي هؤلاء القوم وما خلفهم خاصة في دخول هذه القرية التي أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوها خاشعين طائعين مسبحين مستغفرين فنكسوا فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر نكالا لهم لما أمامهم وما خلفهم حتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم ماذا نستفيد من هذا ماذا يستفيد المسلمون من هذا الأمر المسلمون يستفيدون من هذا الأمر من هداء الله ووفق أن الاستقامة على أمر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى واتباع رسوله والإيمان والعمل الصالح هذا هو سبيل النجاة ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب حتى يقال هؤلاء أقرب إلى الله بولادتهم بنشأتهم بانتسابهم لا الميزان عند الله سبحانه وتعالى هو باتباع شرعه وبالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن الذي يخالف أمر الله لا تسل عن حاله لا تسل عن حاله سيحل به ما حل بهؤلاء القوم هذه قصص وعبر يسوقها الله سبحانه وتعالى هؤلاء كرمهم الله وأنعم عليهم بنعم كثير فضلهم على عالم زمانهم وأرسل إليهم رسلا أكثر أمة أرسل فيها رسل هم بنوا إسرائيل ولكن ما استفادوا من هذا والعياذ بالله وكانوا أكثر الأمم ضلالا ولم يذكر عن أمة أخرى أنهم قتلوا أنبياءهم غير هذه الأمة التي لعنها الله سبحانه وتعالى فمن كفر بنعم الله سبحانه وتعالى وخالف أمره خالف أمره سيحل به ما حل بهؤلاء إلا أن يتوب كما قال الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذه الأمة التي كرمها الله سبحانه وتعالى ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام وإن زال القرآن هم الأولى والأحق والأجدر باتباع أمر الله سبحانه وتعالى والاستقامة على مراده حتى لا يحل بهم ما حل بغيرهم وهذه الأمة من فضل الله سبحانه وتعالى عليها أنصان وحفظ كتابها الكتب السابقة حرفت لكن القرآن الكريم مصون عن التحريف والتبديل بحفظ الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولهذا فالأمة الإسلامية مدعوة للاستقامة على أمر الله ولأن تحمل مشعال الهداية إلى بقية الأمم الأخرى حتى يؤدوا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم من تبليغ شرعه وحتى يكتب لهم أجرهم عند الله سبحانه وتعالى لا لا يستغرب ما يحدث من هذه الأمة الآن في غزة وفي فلسطين وفي أماكن أخرى فهذا ديدنهم لم يستقيموا على أمر الله وأنبياؤهم معهم لم يستقيموا على أمر الله ونعم الله تنزل عليهم تترى والله قد أنجاهم من عدوهم وهم ينظرون فكيف بهم في أعقاب الزمن لن يتغير من حالهم شيء ولهذا معرفة أحوالهم تبين لك من هو عدوك من صديقك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل نصره وتأييده ورحمته وفضله وتمكينه على إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين وأن يمكن لهم في الأرض وأن ينصرهم على هؤلاء الأعداء الظالمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر